الإفراد في تناول الدهون هو أكثر الطرق الشائعة التي تسبب حالة حمضية سوائل الجسم لأن الدهون لا تذوب في الماء تطفو بداخلي الشخص الذي يتناول الدهون كثيرة يعني مقادير وفيرة من الدهون غير الذائبة في شعيرات الدموية وتعيق وصول المواد الغذائية والأكسجين مما يؤدي إلى موت الخلايا في نهاية الشعيرات المسدودة ثم تتحول الخلايا الميتة إلى أحماض وتؤدي الحالة الحمضية لسوائل الجسم إلى تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا خبيثة كما يؤدي إلى حدود سرطان القلون أو الثادي إلى آخر كذلك يسبب الإفراد في تناول البروتينات إلى حالة من الحمضية في الدم لأن البروتين الزائد ينتج نيتروجين اليوريا في الدم وتدفع هذه اليوريا الكلا بإفراز قدر كبير من الماء المكونة للقلويات بذلك يسبب الإفراد في تناول البروتين حالة من الحمضية في الدم إن السكر والأرز الأبيض والدقيق الأبيض والكيمويات المضافة إلى الطعام والعقاقير الطبية والعقاقير المركبة من بين أنواع الطعام التي تسبب حمضية الدم بطريقتين أحدهما أن هذه الأنواع تحتوي عناصر مكونا للأحماض والأخرى هي أنها لا تسهم بأي عناصر مكونا للقلوية موازنة وبذلك فهي لا تنتج الأحماض فحسب بل تستنفذ أيضا عناصر الجسم مكونا للقلويات كي تعادل أحماض الناتجة عنها وتؤدي بعض الحالات الفيزيولوجية مثل ضعف الكلا والإمساك إلى حالة حمضية في السوائل الجسم وينتج عادة من أنشطة الجسم بعض الأحماض مثل حمض السلفوريك وحمض الإستيك وحمض اللاكتك فإذا كانت الكلا ضعيفة لا تستطيع التخلص من هذه الأحماض مما يؤدي لحمضية سوائل الجسم لماذا تؤدي الحمضية في سوائل الجسم أن تصبح الخلايا خبيثة إن الحمضية الكائنة في سوائل خارج الخلية تقتل الخلايا الأعصاب المتصلة بالمخ وتدمر الحمضية الكائنة في سوائل داخل الخلية نواة الخلية التي تتحكب بدموها الظهور الموسم للأعراض إن معرفة الفصل من السنة الذي تظهر فيه الأعراض لأول مرة أو الوقت من النهار الذي يصل فيه التعب إلى أقصى درجاته يمكنها أن تساعدنا في تحديد مكان المرض وطبيعته في اعتلالات القلب والأمعاء الدقيقة تظهر أكثر في الصيف وفي وقت متأخر من الصباح أو وقت الظهيرة وتظهر الاضطرابات المتعلقة بالطحال والرئة والبنكرياس والجهاز اللنثاوي أكثر خلال أواخر الصيف أو بعد الظهر وغالباً ما تظهر متاعب الرئة والأمعاء الغليظة في الخريف وخلال الظهيرة حتى العصر وتتضح اعتلالات الكلا والمثانة والأجهزة التناسلية بصفة خاصة في الشتاء وخلال المساء أو الليل كما تظهر اضطرابات المرارة والكبد في الربيع وتلاحظ خصوصاً في الصباح الباكر بصفة عامة تتزايد والإصابات بالسرطان في الجو البارد من الخريف إلى أوائل الشتاء حيث تتجلد تراكمات الزائدة التي تكونت في الصيف في نمو الأورام في هذا الوقت من السنة تظهر أنواع السرطان التي تتدرج تحت قائمة اليان مثل سرطان الثادي والجلد وغيرها نتيجة الكميات الكبيرة من السكر اليان مثل طبعاً سرطان الجلد وغيرها تنتج كمية كبيرة من السكر والمشروبات غير المسكرة ومتوجات الحليب التي يتم تناولها في الصيف بالعكس يميل الناس في الشتاء إلى آكل مزيد من اللحوم والطيور الداجنة والبيض وغيرها بما يؤدي إلى ظهور سرطان فيه اليان مثل سرطان القلون والكبد والمبيض والبروستات في فصل الربيع بالطبع هذه الأحكام ليست مطلقة